تشهد مراكز التطعيم إقبالاً لافتان من قبل كبار السن لأخذ الجرعة المنشطة المضادة لفيروس كورونا ذلك بهدف تعزيز المناعة المكتسبة لديهم وضمان الحفاظ على صحة وأمن المجتمع بما يسهم في القضاء على الفيروس وعودة الحياة لطبيعتها في إطار المساعي الوطنية الرامية لكبح انتشار فيروس كورونا والمساهمة في الشراكة المجتمعية يقبل كبار السن ومن يعانون من أمراض نقص المناعة على تلقي الجرعة المنشطة المضادة لكورونا لما لها من دور في تنشيط مناعة الأفراد وضمان الصحة العامة للجميع فهذا الإقبل المنقطع النظير على الجرعة المنشطة يؤكد على وقوفهم وتكاتفهم مع فريق البحرين لتحقيق الأهداف الموضوعة لتخطي خطر كورونا بما أن الفيروس كورونا هو من الفيروسات التي تكون متحورة ومتغيرة هذه الجرعة المنشطة هي تكسب مناعة للشخص تقلل من الحالات التي يحتاجون عناية طبية داخل المستشفيات المتلقين للجرعة التنشيطية أكدوا على مسؤوليتهم الوطنية اتجاه المجتمع للمساهمة في تحقيق الحماية الأفضل لهم وللجميع من تداعيات الإصابة بالفيروس لعودة الحياة لما كانت عليه سابقا أنا جاي أخذت التنشيطية في الجرعة التنشيطية سبب أن المناع الجسمي الجسدية تتقله فلأن أنا ما أخذ الثنتين وحين ما أخذ الثالثة علشان تفاديا عن الإصابة بالكورونا يكون الاحتراس أفضل بالجرعة التنشيطية جرعة اللي أخذناها لنحمي أنفسنا وعياننا وكل المجتمع وينبغي يعني من الجميع يلتزم بهذا الشيء يعني وده شيء منظم يعني الحمد لله يعني شفناه في كل محل شيء مرتب ومنظم اليوم نحن نتعاون مع الفريق الوطني يعطيهم الصحة والعافية على الجهود اللي بدلوها وأساسه نوصل لبر الأمار أنصح كل واحد يعني أنه يتقيد بالتطعيم وبالأمور الطبية طبعاً هاي شيء محافظة على له العائلة في البيت محافظة على المجتمع هذا وقد حرصت مملكة البحرين منذ ظهور الجائحة على تحصين المواطنين والمقيمين وتقديم كافة الرعاية والعلاج والتوعية لوقف انتشار الوباء والحفاظ على مجتمع آمن حيث عاكست تلك الجهود التعامل الإيجابي من قبل أبناء المجتمع وإقبالهم على تلقي التطعيم والجرعة المنشطة نظراً لاستعادتها الاستجابة المناعية ناهيك عن التزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من فريق البحرين التي ستؤمن الحماية الأفضل للمجتمع لينعمون بأمان وبعين لا تنام قناعة مجتمعية من قبل كبار السن لتلقي الجرعة التنشيطية وسط إقبال النافت ما يؤكد على وعيهم المجتمعي وحرصهم الشديد على التكاتف والتعاضد مع فريق البحرين والكوادر الطبية لخروج المملكة إلى بر الأمان وعودة الحياة لطبيعتها طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين